فيما يتعلق بموضوع الليبي فأن علاقاتنا وتعاوننا ستكون أوثق بعد الآن وفي الحقيقة أرائنا متطابقة في الكثير من الأمور ولكن سنعمل في خارطة الطريق لكي نكون على أوثق تواصل في هذا الصدد وفي الفترة المقبلة سنعمل معا أيضا وفي مجال السوري أيضا تناول نفس المواضيع طبعا نحن طبعا في أيضا هناك اجتماع الرباعي في مجال سوريا لتركيا في نفسه ولكن فيما يتعلق بالاستقرار وسلاة الدائم في سوريا مهم جدا بنسبة لنا ولهذا السبب يجب أن نسجل خطوات مائية أيضا في هذا الصدد ونحن على نفس الأراء وسنتبادل الأراء دائما في الفترة المقبلة أيضا في هذا الصدد لأن الاستقرار في منطقة مهمة جدا طبعا تعددت عن ليبيا ونحن نريد طبعا انتخابات عادلة وحرها شفافة في ليبيا وبأسرع وقت ممكن وحول شروط انتخابات ليبيا أيضا تبادل الأراء معا وسنعمل معا في هذا الصدد من جهة أخرى فيما يتعلق بفلسطين من دون شك كان يجب علينا أن نتناول هذا الموضوع بالتأكيد في موضوع فلسطين وشرق الأوسط وطبعا دائما نقدر الدورة التي تلعبه مصر في هذه المنطقة وفي كل حديثي أنا أؤكد على أهمية فلسطين وإنهاء هذه القضية بالنسبة لشرق الأوسط وفي المنطقة بالكامل والعالم في نفس الوقت ونؤيد جهود مصر في هذا زواج جهود الأردن في نفس الوقت ونؤيد هذه الجهود وفيما يتعلق بقدسية الحرم الشريف وأيضا نحن شعرنا بالانزعاج من انتهاك إسرائيل لهذه الحقوق وطبعا كان هناك أيضا بيان قوي جدا في نفس الوقت من نظم التعاون الإسلامي وطبعا ليس هناك أي عضر لذلك ولهذا السبب نحن تناولنا فيما يتعلق التحدث مع وزير الخارجية إسرائيل في هذا الصدد أمس واليوم في نفس الوقت ومن ثم تعلمون فإنهم اتخذوا قرار فيما يتعلق بحظر دخول غير المسلمين لمسجد داخلتانيات شعر رمضان ونحن طبعا ذكرنا بأننا شعرنا بالامتنان من ذلك ويتطلب استمرار هذا الشيء وفي نفس الوقت لا نرضى من اقتصاب حقوق شعبنا الفلسطيني في هذا الصدد بعد قليل وعلى مادة الإفطار أيضا سنواصل إشتاراتنا في نفس الوقت وسنقوم بتقييم وتبادل الأراء حول المواضيع الأخرى شكرا